قتل شخصان وجرح أربعة آخرون جراء سمرار المعارك بين قوات الجيش المسنودة باللجان الشعبية ومجاميع من القاعدة وحزب الإصلاح في محافظة مأرب وذكرت مصادر محلية أن المواجهات طالت مناطق الجفينة وطلعة الحمراء وسائلة الأشراف وأن القتلين والجرحة سقطوا في شباكات وقعت بمنطقة المثلث حيث مفرق الطريق الذي يربط منطقة الجفينة بسائلة وتشهد مأرب مواجهات شريسة منذ أكثر من شهرين خلفت مئات القتلى والجرحة بالإضافة إلى سمرار انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة صنعاء ومدن أخرى جراء منع الفرق الهندسية من إصلاح الأضرار التي تعرضت لها خطوط نغر الطاقة في منطقة الجدعان وكانت مصادر رسمية اتهمت عناصر القاعدة ومسلحي الإصلاح بسهداف الفرق الهندسية بالقذائف ومنعها من إصلاح خطوط الكهرباء ترجمة نانسي قنقر